السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إزايكم حبابي عاملين إيه؟ يا ربي جميع أنتكنوا بخير وبصحة وسعادة وراحت بالفيديو ناردة وميز قوي جوا حر 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 نعمل إيه يا بتي يا بطة في الحر نعمل حاجات كتيرة قوي كلها من عند ربنا سبحانه وتعالى ربنا بعت لنا الخير كله إحنا نستخدمه وإزاي نوظفه كويس الضيور بتاعتنا في عز الحر ده أتمنى أنه تشجعوني وتشيركوا في قناتي بصوا يا جماعة الحر ده يا جماعة التربية فيه مش وحشة لكنها برضو خطر يعني التربية في الصيف الصعب السهل يعني إيه الصعب السهل؟ يعني تربية صعبة في الصيف بس سهلة لو إحنا عملنا اللازم لتشيرنا إحنا كبنقدمين في الحر ده بيتلاقينا بعد الشر كده في ناس يعني بتبقى مخنوقة من الحر قوي متضايقة ومفرهادة عملة تهوي على نفسها عملة كل شوية تدخل تحت الدش تترمي مية على جسمها حاجات كتيرة قوي إحنا بنقعد نعملها نشغل مراوح ونقعد قدامها نجيب مية وندلقها علينا الحر لما بيكون جامد إحنا كبنقدمينش بنقدر فنعمل إيه طبعا بنيجي طبعا إحنا كبنقدمش نيجي في عزة الحر كده ساعة الظهرية للمغرب كده تدقينا وبنأكلش بنبقى عايشين على السوايل كتير هو ده بقى المطلوب أو أتفكر أن إنت لما تمنع عن الطيور بتاعتك كأكل مثلا كمساعة إن ده خطر عليهم بالعكسة فيش أي مشكلة خالص ما أني هعوض الحاجات دي بسوايل يبقى خلاص الكلام ده الخطر لو أنا منعت الاتنين فده خطر خطر لا محالة يعني إنسان أعيز أقولك أن التربية في الصيف نتابع مع بعض مش أخليكي تحسي بأي قلق هنعمل بقى مشروب رائع جدا 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 ومرطب أوع طيول ومحفز وفتح الشهية ومفيد جدا جدا لكبد وكالة الطير ومنعش منعش جدا وعارفين حاجة كده من الآخر اللي هو الحاجة إيه اللي إرخيصة جدا جدا وفي نفس الوقت مفيدة جدا جدا ومغازي على فكرة يعني بصوا كل الحاجات دي في حاجة واحدة إيه بقى يا بطة العرقوسوس العرقوسوس وصل العرقوسوس عرقوسوس عرقوسوس يا جماعة العرقوسوس وصل بصوا بقى العرقوسوس ده مش بس عرقوسوس إن أنا هاشرب كحاجة لا أنا باشربه لأنه هو منعش ينعش الطير داخليا يهدي درجة حرارة جسمه بقوج هذه المناعة منعش أو مريح جدا للكبد والكلية مفيد جدا لهم أو جهاز المناعة طبعا مغزي أنا أصلا حاجة بتلاتة تعريفة ده بيقولوا ما هو شغالي أرخص حاجة هتلاقيها عند أي عطار في الدنيا ويا حبازة لو إحنا كمان نشربه لأنه ده مفيد أو نعمل بقى يا بطة بقى ديك الأمور ده اللي هو رايح جايه قدامي الصلاة على النب المومة صلى على سيدنا وحمد اللي هم صلى وسلم وبارك على سيدنا وحمد وعلى آجة وصحبه وصحبه هنيجي بقى يا جماعة عشان المشروب ده يبقى ليه فايدة معي ومقدي الواجب بتاعه وما يهمنيكيش بقى شربي زي ما انت عايزة أنا عملت المشروب دقيق محطتش بقى أرقصص بس أنا برضو كنت مجاهزة كوباية فيها رنفل وكمون وغلتهم مع بعض وسبتهم يبرادوا خالص خالص وروح تحطاهم على العرقصص ان انتوا زي ما انتوا عارفين ان احنا العرقصص مش بنغليل احنا بنعمله زي العجينة كده بنبل وكلنا طبعا في غدع ان انا اقول لكم فانا بقى كنت مجاهزة انتوا عارفين ان انا لسوسها شوية كوباية فيها اللهم صلى عليك انا بقى القرنفل مع الكمون وغلتهم وسبتهم يبرادوا خالص وبعدين حطتهم كمان على العرقصص ليه بقى انا عملت الكوكتيل المنعجة لان الكمون حلوة قوي قوي برضو في الاحتباس الحراري يعني ما هو الشرب والسلام والقرنفل طبعا من الحاجة المفيدة جدا لجسم الطائر كله مع العرقصص صب هتعملي ايه بقى يا بتي يا بطة هاجي من الظهرية كده ساعة 12 كده لحد الساعة 6 وافضل اشرب بقى عرقصص وقمون وقرنفل سوايل 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 السوايل دي هترتب على الطير بتاعك وامنعي بقى الاكل رجاء امنعي الاكل في التوقيت ده وبعد كده عندك بعد الساعة 6 حطي على بقى حطي كل العليقة اللي انت عايزاه ايه اكل عندك ونفس الوقت قبل الظهر حطي وسيبهم بقى يشربوا كده وينتعشوا ومشروبكم بالا طب يا بتي يا بطة لو اللي احتباس علي قوي قوي عليهم الحراري وانت برضو في ناس ما بتقتنعش قصا بالاعشاب لا ياما عادي فيش مشكلة حطي قرس واحد على رتل ومية ريفو للطيور بتاعتك وشوفي بقى زي الفل حاجة مغزية حاجة تهدي درجة الحرارة حاجة فيها فتامينات حاجة بتفتح الشهية حاجة يعني بصوا انا كده جبتلكم الاخر المشروب ده رائع جدا جدا شرابي بقى تشولك زي ما انت عايزة الحر جماعة مية كتير مية وبعدين خلي بالك اي مشروب بتحطيه اعرف ان برضو هو مغزي مغزي يعني الطير بيا كأنه بياكل حاجة بتغزي حاجة بتقوي جهاز المناعة بتاعه انت نفسك لو بتكوني مهنجة كده بتخش الجبه ازازة مية ساعة تلاقي نفسك ترويتي وماية بسكة تلاقي نفسك انت عاشتي عملتي كباية قرفة كباية عرقصوص كباية اي حاجة بقى فنفس النظام زيك هو للتربز اتمنى بقى الفيديو بتاعيكن عجبكو وشجعوني والشركوا في قناتي وارجوا 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 منكم الدعاء ربنا يا ربي فقى ربنا جميعا اللهم امين واسبكم في رعاية الله وامن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته